نناقش كل هذه التطورات مع ضيفنا من القاهرة نائب رئيس المجلس الانتقالي اللي بيسابق عبد الحفيظ غوقة أهلا بك سيد عبد الحفيظ إلى سكاي نيوز عربية كيف تتابع إدارة الأزمة على المستوى المحلي هل من نقاط ضعف كبيرة ساهمت بالفعل في عدم إجلاء وإنقاذ عداد كبيرة حتى هذه اللحظة نعم مساء الخير أخي الكريم والمشاهدين الكرام يعني على الصعيد المحلي إدارة الأزمة هي في ذاتها أزمة وهي كارثة بكل المقيس إدارة بدائية جدا يعني لا تستجيب لمتطلبات العصر وهذا ظهر منذ اللحظات الأولى للأزمة حتى قبل أن يأتي الإعصار إلى الشواطئ المنطقة الشرقية لم يكن هناك أي نوع من الاستعدادات على الإطلاق يعني كل ما هناك تم تشكيل غرفة طواري لا أعلم هل شكلتها الحكومة البرلمان واتخذت أول قرار واحد في نظري أنه قرار خاطي بحضر فرض حضر التجول في مناطق الشرق الليبي وهذا أدى إلى تفاقم الأعداد المصابين بدل من أن تعمل على إخلاء السكان المحاديين لمجرأ النهر والمقابلين للبحر هذا كان يجب أن يتم إخلاهم أيا كانت التوقعات ولكن للأسف لم يسم شيئا من ذلك وعندما وقعت الكارثة رأينا أنه لا توجد إلا الجهود ما احترامنا لها لكنها تظل متوضع بدون آليات وبدون إمكانية حتى هذه اللحظة يعني لا ترى أن هناك محاولة لترتيب الصفوف فيما يتعلق بعمل لجان الإغاثة؟ الآن ترتبت المسائل عندما حضر الأشقاء من مصر وحضر الأتراك وحضر الأصبان وحضر الفرنسيين بمعداتهم وآلاتهم وآلياتهم ويوم أمس شهدنا بداية عمل فرق الإنقاذ وتم انتشال أكثر من 500 ناجي من تحت الإنقاذ وهذا كان يجب أن يكون منذ الساعات الأولى للأزمة ولكن ليبيا ليس لديها أخي الكريم لا مؤسسات وليس لديها شيء لدينا يعني الناس التي تسارع وتفزع من أجل نجدة غيرهم يعني الجميع يعني ذهب إلى درنا ولكن لا توجد الإمكانيات ولا توجد تنظيم لكن كانت هناك سيد عبد الحبيض يعني تحذيرات عندما يعني ضرب هذا الإحصار اليونان كان الأمر يمكن تداركه على الأقل تقليل حجم هذه الخسائل الكبيرة من القتلى وأيضا البنى التحتية أنا قلت لك نحن نشتغل بطريقة بدائية لا تستجيب أبدا لمثل هذه الكوارث الطبيعية نعم الإحصار ضرب اليونان ورأينا الخسائر التي حدثت في اليونان وهي دولة أوروبية لديها إمكانيات ولدى الاتحاد التي تتبعه الإمكانيات للإنقاذ أما بالنسبة ليبيا ليس لديها شيء على الإطلاق يعني أنا مواطن ليبي وأعرف يعني حقيقة ما يجري في بلدي ليبيا منهارة ومدينة درنة يعني دونا عن سائر المدن الليبية أكثر مدينة تعرضت للضرب ولا توجد بها بنية تحتية ومدينة تم حصارها من قبل نظام السابق وتم ضرب بنيتها الأساسية ولم تخصص لها الإيزانيات توجهاتها السياسية لا تنتلك هذه الخبرة لماذا لم تفتح الباب بشكل سريع لقدوم الخبراء للقيام بأعمالهم لأن لم تتم المناشة للتدخل أو الاستغاثة بالخارج ومد يد العون إلا بعد أيام من الكارثة وجهت كل السلطات الليبية النداءات إلى العالم أن يساعد وأن ينقذ الضحايا وللأسف لم يتم التدخل إلا بعد أربعة أيام من وقوع الكارثة وبالرغم من ذلك تم العثور على نجين لو تم التدخل في الساعات الأولى للكارثة أو في اليوم الثالث على الأكثر للكارثة لثم إنقاذ ألاف الضحايا من الرجال ومن النساء ومن الشيوخ ومن الأطفال الذين كانوا ضحية هذا الأسف من الليبيين خلال ساعاتنا الإخبارية سيد عبد الحفيظة تهم الأمم المتحدة التي وجهت انتقادات لليبيا تهم الأمم المتحدة أنها كانت بإمكانية القيام بهذا الدور هل تعتقد أن بالفعل يجب أن تنتقد هذه المنظمة الدولية بأنها كان بإمكانية قيام بعمل هذه المظلة المنسقة لكل هذه الجهود محليا ودوليا أعتقد ذلك نعم لأن هناك العديد من الدول ذات الإمكانيات الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية قرنت مسألة تقديم المساعدات للشعب الليبي أن يكون ذلك عبر الأمم المتحدة ولكن الأمم المتحدة لم يكن لها للأسف شديد الموقف الواضح من هذه الكارثة على كله الآن جهود الإنقاذ بدأت ورأينا الطوفات ورأينا الممرات المائية ورأينا الغواصين ورأينا المعدات الحديثة وهذا جيد ونحن نشكر كل أشقائنا الذين حضروا للمساعدة والدول الشقيقة والصديقة الذين الآن يعملون في ظروف صعبة لأن مدينة درنة يعني مدينة منكوبة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى ويعمل الجميع في ظل هذه الظروف وطبعا لا ننسى أبدا يعني الهلال الأحمر الليبي والشباب الليبي والقوات المسلحة الليبية التي سارعت بجهود يعني بدون إمكانيات بدون معدات يعني يشتغل بأدوات بدائية لأن ليبيا لا يوجد فيها أنا لم أرى طائرة يعني هلكوبتر أو طوافة في هذه الظروف تنتشل الضحايا إلا عندما حضرت الدول الصديقة والشقيقة للمساعدة يعني وهذا أمر غريب نحن لا توجد لدينا يعني مؤسسات للطوارئ وللنجدة وللإنقاذ تعمل عبر الساحل الليبي هذه لا وجود لها للأسف شديد وهذا تاريخ يطول الحديد فيه ولكن الآن يعني أعتقد أن الأمور بدأت تأخذ منحة تنظيمي إلى حد كبير يعني عبد الحميد غوغا رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق كنت معنا من القاهرة موسيقى موسيقى